تونس تونس يد وحدة وصل صوتك سيد حامد القاروي رأيس الحركة الوطنية الجستورية مرحبا يا حامد شكرا أهلا وسهلا وزير أول سابق في حكومات بن علي في عدد حكومات قعدت حديش نسناس يا حامد عشر سنين وزير أول سيحامد تفاجأتنا يوم السبت نقرأ في مقال هاك الحركة الوطنية الدستورية عادت وستعقد مؤتمرها أخي وين كنت عامين ولا تلت سنين أحنا أخدمنا وتكوننا وكوننا شباب وكنا خلايا موجودين في كامل التراب الجمهورية ثم جاءت الانتخابات نحن بيقول لك يزمني يقول لك وانها مسئلة مالية ما كانش في الامكان بتاعنا أحنا باش نقوم بالمهمة كاملة كونا شباب ولكن رشحناهم لا محالة بأقل ما يمكن من الأقل ما يمكن التفتوفة اللي كانت عنا رشحناهم باش يتعلموا تدريب مساحهم يكون حتى في مشاركة في الانتخابات بعض الانتخابات كانت النتيجة اللي فوت اوتيل كان عنده دور ما تحصلنا لحتى شيء بحيثوا ساند باي وثم جاء مشروع متاع قدامى الشباب وقدامى الطالبات الساترة حبوا هما ينبثقوا يكونوا حزب من غير زعامة مثلا مالزعامة وإذا بيها حركنا معهم تكونوا وتكونوا في فروع إلى آخره بعد دارة الدوائل ما تخلش في التفاصيل ولا لو قالوا يحبوا يعملوا بيهم حزب ما هوش دستوري بينما احنا متشابسين يكونوا حزب دستوري عنده الماضي متاعه وعنده تاريخه وعنده إنجازاته عنده الآلات متاعه وعمل راجع نفسه ولكن رجعت أنا تو من ثلاث شر كيف أيست من المشروع الأول المتاع القدامى ورجعت للحركة وسلمت هذا لشباب شباب مرأة سيد عابير موسي تكلها منسقة عامة والسيد حاتم العماري اللي هو مكتب تنفير اليوم معنا تسع فروع في كامل تراب الجمهورية تسع فروع ويشهدوا عليها الناس اللي عندهم بغضي كان الفروع وتسع فروع صدقي وثم أقبال كبير لأنهم فهموا وإنما في نهاية الأمر كان الحزب الدستوري هذا اللي هو وريث الحزب الدستوري معتز بما هذا ما قلبش الفيستا معترف بالأغلاط ما في حتى شك وعملنا حتى داخليا النقد الذاتي متاعنا أحنا وتوا اليوم ثمن الانتلاقة وبيحاول لها عندي أمل كبير باش ننشحوا إن شاء الله رجال أعمالي تلاهوا بنا شوية من ينشحوا حمد القرو أنتو معتيتو معناها للناس اللي معاكم والقواعد اللي معاكم والبشي صوته للنيداء تونس في الانتخابات التشريعية لا لا أحنا معتناش للبشي قاعد سبسي لا للبشي قاعد سبسي ما في الشكل لأنها ليه علشان أيه في الدورة الأولى والانتخابات تشريعية الانتخابات تشريعية لا معتناش إلا أنه ليلتا الانتخابات ودجلوا شوية على الإطارات متاعنا وقالونهم هيك وفي نهاية الأمر حبني أقول لك أنا ما نج نادم معتيتش تعليمات ما كانش هذا الخيار بتاعي عملنا حزب ورشحنا أولادنا مش مش نقدروهم ولا خليهم بطريقة هكية مع الملاحظة وأنه النتائج من حيث الأرقام مشكوك فيها ما خمش عليك قوله عبير موسي ما تجيبش ألف تصوت في بيجا ولا أنا للحزب المتاعي ما يجيبش ألف تصوت في الساحل النجم ونشكوا أما مشالش الانتخابات التشريعية شفافة هاي لا يسك كيفاش نجم تشك كيفاش كيفاش نجم تشك معنا سيم مصطفى بن جعفر وشفت قديش جيب ورغم اللي هو كان رئيس مجلس التأسيسي وكذا يغيروك شفت قديش جيب معنا أحنا ما حكمناش في وقت الترويك خاتتك لها ضربة هو ما لشنا لا كنتت حكم في عهد بن علي سي حامد في عهد بن علي الناس أسوأ أسأل الناس في عهد بن علي كيفاش مش أسوأ لا أبدا أذيك رأي أسمعني عامة الناس يحكم عامة الشعب معنا على تريفة قطة المعدنوس والواحد اللي فيديه هذيك رأي ومعنا دونك مسألة أحساس مش مسألة دولة كفاش كنا وين وين ولينا وكذا المواطن اللي يشري في قطة المعدنوس ما يعرفش اشتعرضت المرأة هذيك وولادها ورجلها من تعذيب وسجون وكذا ما يعرفوش معنا ما مهموش هذي ممكن مش أولوية من أولوياته معنا حمد القاروي بعد قليل بش نعطيك يكونوا مسترسلين ما نقاطعكش بعد قليل حمد القاروي تروني عطيك ثلاثة دقائق ونحب نسألك قبل ثلاثة دقائق هذوما شنو رأيك في شوفوا في بن علي كل يوم في التلفزة نعم في ألو جدة أنا متفرش عليها متفرشت عليها مرة واثنين مبطر علي تحشت روحك فرحان نعم الصينيما لا لا نستبكي على بن علي في التلفزة لا نبكي ولا ما نبكيش بن علي خدمت معه راجل خدم للبلاد متعو وقلت أنا كان رئيس مافيا وشي عبد الرحمن لدغم يقول يقول وقت بن علي الفساد كان محتكر من طرف العائلة وانا نقول مش حتى العائلة كاملة عنده أسهار ليهما كانوا أثريا قبل ما ناسبوه يقول لدغم لوزير الحوكمة قال وقت بن علي الفساد كان محتكر من طرف العائلة واليوم هو يقول ولا ديمقراطي ولا فساد ديمقراطي في تنموه للجميع سؤال على شو وصلنا لهوني وهنا أنت حاب تحب هذه النقطة بالذات اللي ممكن تحب تتكلم فيها سيحامد القروي على شو وصلنا لهذا الوضع وانتو ما زلتوا تعتقدوا أنه رجالات النظام السابق بن علي وكذا اليوم هما اللي قادرين مازالوا هما القادرين على إنقاذ البلاد يا حامد القروي شوف قبل ما نجاوبك على سؤال هذا نحن بخطر الوقت وفيه ضيق مش نعطيك شنو الوضع اليوم من غير ما نتعذب من البداية فصل كذا إلى آخر اليوم نعطيك الأرقام والأرقام عانيدة كما كان يقول المرحوم الهدي نويرة النموم بتاع تونس بمدة عشرين سنة كان خمسة في المئة اليوم ولا 0.4 الميزانية في 2010 كانت 18 مليار ولا 27 مليار في 2014 والعليون التثمار متاع كذا كان معنا احنا 25% ولا 17% المديونية المديونية كانت عنا احنا في 2009 42.9% 42.9% ولكن كانت عنا مخزون 5000 مليار كي تقول عندي 500 مليار الي نجم تنقص منهم المديونية ولكن لم سلمناش فيهم اذا كان تعتبرهم المديونية تولي 34% اليوم المديونية فاتت 53% واشنا بدينا اقترضوا كيف الناس وانبعد ولوا يضمنوا فينا وانبعد 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 نرهن الممتلكات متاعنا واليوم معوقين نفليول وانستنو ثموزير المالية جاي يقرق بالناس باش يصوتوا على شي اللي هو مفروض علينا في وقت من الوقات قالوا ما كانش مبقيش نلقى بش يخلص المواصفين بتاعي هون قل لك تربيد ترتيب تولس واحترام الناس الى تولس في دافوس دافوس ما أعرفك من دافوس الترتيب من تولس كان 32% اليوم هو 92% ثم واحدة اللي منعرف ما كانش عني في وقت يانا ما كنتش نذكر هذي مثلت تقييم الماء التصرف المال العمومي التصرف المال العمومي مش تستغرب بورش الناس مش تستغرب ولكن اللي يعطيهولي هذي ثابت من نفسه وكي عاد تيانا نقول قول قل يقول كنا احنا في 2006 2007 2008 ثانيين بعد سنجابور في التصرف في المال العام نربط بحاجات التصرف شو معناها في الانفاق معناها في معناها ما نكلوهش نسترفوه في محله كما نقول لك حاجة مثلا ميكروسي حمد قلت حاجة جاتني الفانسيس الفانسيس الناس كل اللي قالوا الفانسيس فانسيس كانوا يأكلوا فيه وبين عليه يأكلوا بيهم وعليهم النهار وقت اللي سي جمعة يقترض ذك من عند المواطنين نسمع في مرأة في التريفزيون قال باش عملونا كيف فانسيس فانسيس اللي سيسهروا عليه ولا بن عليه ما فيه الشك خذ منه من لي حيث احنا رهو كما قلت كانت كانت تحتكار اللي سقط النظام اللي سقط النظام هو الفساد متاع العائلة وكانت مضرة كبيرة موجودة كانت موجودة والمواطنين ما في شك عملناش المعجزات ما نجعلناش الكل يكاية عنده ما شاء الله وكذا كما ثم قال هلو قتلونا مثلا ما شمع ما شترسيت اما ترى وريني بقعة نايا كيف ما فيهش مدرسة ايسا يتين وطرشوة وهذا كاي الموارد البشرية متاعنا علش نتكلموا عن الموارد البشرية عن الرزق متاعنا احنا الموارد البشرية هذا كاليا كيف يقصيوهم مقصيين مقصيين رجال الأعمال ومقصيين السياسيين ومقصيين رجال الادارة والشعب ما بقى يخدم كيف يحبنا نخرجوا منها هذية وشنية هذية الحكومة الوحدة الوطنية نرجع لك معها انا زيك لا ما نش نتكلم عليها اما باش نقول لك احنا بدينا صفاونا لأمن متاعنا ومقصي صفاو السياسيين باش عملوا كل المجلس التاسيسي اللي عرفتوه انتوما واللي جات منه خرج منه الرئيس نعرفوه وشنية ترويكا وكيف اشكلتنا الفلوس وفلستنا واللي نتوى مدينة دينا لطلب هذا ايه وقع البلاد كي تقول لتونسا يقارن جماعة اللي يعملوا صبر الاراء ويقولوا اما خير كانت قبل ولا توا خطر تونسي وقت اللي حب خير قبل وفيس توا ها بش اقول لك التونسي التونسي المهم متاعه 90% منها تونسا على الاقل الامن متاعه قبل كان يخرج البلاد تلبس عليه مخاف اليوم يحل الراجو قبل كان يسمع بعض ايات ولا شوية موزيجة يتسال ثمه ضربه ضربه يخرج القلب بلد يدخل الصوق يعمل دوره عين فارغة القفة متاعه هذا اللي يهم مواذيك المقاعدة هنعتيك الامن والبقية الامن اهم من الحرية والديمقراطية سمعني الضرب اللي قاعد ينقلوا فيه جاي من الامن وقت اللي يمسح لك السياحة بشوية الامن الامن متاع البلاد اهم شي واللي يستثمر في البلاد هذه والمستثمرين اللي يشيون من خارج راو راو عملنا الكثير يليتني ما كنت دستوري ونجيب لك شهادة معناها تميوني لأن أنا عشت تونس قبل الاستقلال الساق حافية والرأس عريان أنا ثم زميل كيف كنت تناقش معي اذكرت له مثال قال لي اش دخل الصويد اش دخل كذا قلت نهار انا في المصيد اعتشت اتخلت مع اخوان تحت بيتشعر بيتشعر وقداما بعض معيس تخلت قلت رجل كبير اعطينا شوية البن اعطي الصاحب بارك الله فيه رجل كبير كيف يانا تقول لأكثر شوية والأقل يمكن واذا بيها شافنا نشوفه فيه تصويره في الحقيقة كان لبس كشتم كما نقول واحد فاك قلنا هكايا ولدي يقرأ في بارتلو بشيوالي مهندس هكايا كان المصير متاعه بشيوالي رايعي معيس معه كل احتي اهلام التقديري لكل مهند بما فيها رايعي من البيت الشهر مهندس برقيبة برقيبة عنده المرأة والتعليم تعميم التعليم وتحليم المرأة باي باي اذا موضوع نخصوله ببارشا وقت ونرجم الناقش كفيه سؤالي اليوم معناها انتلاقا من هذا انتي بالنسبة لك انقاذ البلاد لازم نعملو نداء لرجالات بني علي باش يجيو حكومة الوحدة الوطنية مثلا هذية لازم يقودها واحد من رجالات بني علي ياخل يقود فيها تاوش كونو لا 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 سمحني سمحني مش هذة انا توا باش نقفح سمحني الرئيس خدم مع بن علي رئيس الحكومة خدم مع بن علي رئيس مجلس النواب خدم مع بن علي شكوما خدمش مع بن علي ايوه اذا كايه معناها الشعب ولا مع جماعة بن علي هذو ما توا كل مخدموا مع بن علي الشعب ولا راضي عليهم لكي يقولون نأطلبوا صماح مفاش نأطلبوا صماح مهمة ما عندوش نفس الورثة كيفكم معنا يمخدموش قدكم خفيف لقيت فاش انا اختمت اكثر من الناس الكل معتذبة هذا ومغربتش الفيستا اسمعني شوف حلو قولك حاجة انا في الاخير منطع الكلام بتاعي باش نقول لك تحبش نبعث أردر نجور الكرتاج اللي مش همعين توا اللي قاعدين يلوجوا في بعضهم شكون بشي كذا وشكون بشي ياخد مثلا تشيل هاروني بيكون القوة وكذا احنا نأخذ الوزن بتاعنا وكذا ونزيد باش ننخذوا البلاد اخي الترويكا ربحت هي نشحد الترويكا الترويكا خرجت بالشرف لمحالة وبرك الله فيهم وانما بدت بيهم هم وش معنى يقول باعتبار الوزن بتاعنا لاش بيحنا باش نوازعوا المقاعد في البرلمان احنا نحبو ننخذوا البلاد وحبو وحطوا ناس في الحكم وانتم ما ننجحتوش في الحكم نعترشوا نجح في الحكم حتى احد منه حتى احد او بالارقام الحكم احكم عليه من ناحية الاخلاقية كانت حبو حقوق الانسان ستريز امبورتان يقين الحريات حرية التعبير نهار احضرت فيه معك يمكن معك وكان معنا سينور دين سينور دين البحيري وتكلم هو قبلي وسمعت وبعد ما جاء خرج هو قعد يسمعني انا وقتنا جينا خرجين سلمنا سلمنا على بعضنا قال لي ما معناه لو كان مش الحرية والثورة راك متنجح مش تكلم قطل صحيح قطل صحيح هذي الكسب او قليك زادا كسبنا حرية التعبير ما كسب بلاش الديمقراطية ساعة ساعة حرية التعبير ولا التفوضى بيه مقصي إلا الناس اللي هما في الحبس والإرهابيين بجماعة الإدارة وجماعة السياسة وجماعة الأموال كيف كيف يلقاوا حل حشتنا بالإطارات هذه البند اللول البند الثاني حشتنا بالفلوس يتعامل مع رجال أعمال يقاوموا الفساد والتهريب اللي تم في البرنامج قالوا بش يعملوا الدراسات شو الدراسات عندك بالدرجة اللولة تيروريزم يحاكم في جميع ما ثانيا الاستثمار الاستثمار تكوين مواطن الشغل التشغيل للناس هذي اللي هو المثال الضرورية هذا اللي قالوا رئيس الجمهورية في الخيطة هذا يبقى يبقى يزموا يلقى الفلوس يزموا وما نجموش يعملوا المصارحة الاتصادية على خطر الناس يقوموا باعة ويكلموا كلام زيه هكا نوخروا بسهولة نوخروا فهموا المواطنين شو معناها كيف ترجحهم رجال الاعمال وما ترجحهمش بالراس مطبس وكذا خطر غدوة وقتها يعطيك وما يستثمرش على خطر يقولك ان كي نستثمر حتى كتنزل عليه زيادة وتشبدلوا بدوسيات وزيادة رجال الاعمال اللي بهم وعليهم طيب الناس كل تمشي تستثمر زيادة تعمل قلب بزوس لا 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 فهموا دوس ابروش فهموا دوس ابروش في الحكاية هذي كالطريقة بتاع الخدمة ملفك في القجر نعم بيكلي نحبك تستثمر نبعثك تستثمر خطت نجم وذغت عليك عندي باش نشدك انا اشي قلت لك انا قلت لك ما تعملوش هذا الناس اللي تعرفوهم عندهم كذا وكذا وانما سطر الله باقي ما بيانسير ما بيانسير انا خطاش اذا كان انت يجيك وكاميرا وراديو وكذا والناس كذا في الشارع ولي وراه ما بقاش يستثمر وحنا حشتنا بلا استثمار خطا يجيب الشغل ويجيب المكاسب ما حشتاش به يعطينا الطرف فلوسه ويمشين بعد يخبي فلوسه وليصرفهم البرة على خطاش كيف تفتحوا انت غدو يجي داخل المعمل امتالي وقلوله الدقاش بيك وعليك اذا سريداشا الغوم نعم مستشار الاقتصادي رئيس الجمهورية يبدو انه من الاسماء المطروحة وبجدية لأنه يكون رئيس حكوم هو اخر وزير مالية ايضا في حكومة بن علي ووزير مالية خلال خمسة وستة مليار دوائد في القجر ما هو مكان وعنسي محمد الغنوشي واللي يحكم فيهم ومن الغباء انه واحد يكون مناهم وزير مالية او رئيس حكومة او وزير اول في الوقت هذيك ومخبي خمسة مليار دوائد وقتها البلاد شعلة وصلت البلاد شعلت يبدو لي من الغباء حتى معناها كان نحكيه على السياسة او الاقتصاد يا حمد القربي او انا غالط شوف انا محبش نتكلم في الناس اتكلمت يا ذوما انا محبش اتكلم لك في سر حبيب السيد اللي توا مسروحك ورحبيب السيد ورحبيب السيد وقت اللي يتعين سر حبيب السيد سألوني قالوا لي شنوريك قلت لهم انا ما عارف شوه من طيب ولكن كل المسلمات عليه كان كلم طيب ورصت القول قلت لهم ينجح اذا كان خلوه يختم وكما خلوه شيخ من البداية وعليش قلت لك من البداية معنا انتحار كون يكونك الحكومة الأولى والحكومة الثانية وبعد التحوير الوزاري كيف كيف سر حبيب السيد سألوني قدم له شي كما نمرجي قدم له قائمة بتاع الأزلام وزراء قال ملقيتش ما يملى العين وهو يعرفهم يعرف ناس خليننا وزلم هو من الأزلام من يقولت أنا في سحديث قلت من الأزلام كيف كيف وأنا مع التنز هو منعرج ما بيصير يا ودي متنعيش خشمك وما دم ضميرك مرتاح ويدك نظيفة بالخصوص أنا علش قلت الكشاترة ارف عروضكم على خطر عدونا عشرة من سنرجع كششة الغوم ششة الغوم لقيته في القائمة من ناس معايا أهلم في الناس اللي يتبعوا فيهم من فساد وكذا ولا كعضو دلسجة مركزي خطيه موجود الثوري بايد حطوه في قائمة ومنع عليه السفر في مدة زمنين بعض رفعه عليه حيث حيث وقتلك موش معقول باش نخليه لبعض من القوات أنا قل ناس كل تعافي عليهم ستري فاسيل ستري فاسيل بأسير ثم في الكراسي في الكراسي ناس يقول لك أنا بش قلي الكرسي وكيف هي الأخير أما وقته تم إرادة بالمنجد عند رئيس الدولة ورئيس الحكومة تتبدأ سيد الحبيب سيد للإستقالة سيد حمد القروي نعم سيد الحبيب سيد تقوله الآن ضروري لاستقالة أنا تتعرف تتمنى له تتمنى له تتمنى له يمشي لمجلس النواب ومجلس النواب يجدده الثيق ويقدم استقالته قاسي نجم يعيش مع رئيس الدولة لاي هذا الماسيناريو مطروح هذه مش مطروح أنا ترحت يجبك تحترم إنسان اللي يخدم منجح ثابت عمل لغلاط كبيرة منهم من لغلاط ونبهتوا منهم قلت عمرك متنحي وزير شون الدينية بطيخ أنا خاطر تعالك مع إمام وأنا خاطر النهضة حتى في قل نمتحها في قل نمتحها مجلس الشورى جامع الإمام واضربات وكذا قلت من تحيشي وطمني ونحا شكرا كبيرا سيد حامد القاروي رئيس الحركة الوطنية الدستورية شكرا جزيلا شكرا